كاففان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة نارحم الوالدين عندي هاد العويلة زي مصيكي المريت مريت مصيكي المراسون ومسيكي المنتظر بريضه وقع رجلهم كمصيكي المريت وقد كمصيكي المريت قلنا كان دائله أن روضه مصيكي كم يعقد إيقاف قليلا تقريباً من الدرهم من الحيثة جداً وقد كنت نروضه فعين قطيع وقدرد ويترابة عند العامين الشعي اصنع روضه من تلك السنين لتمر جداً وقفنا مصيكي مقدرنا شي نحن من الكرامة الخلينا فينس كنا مهضرنا عن درك ان نقلوا كان قدره عليهم مسيكن من اللي كان عنده ثلث سن إلا دفع عنده سبعتاشر عام سبعتاشر عام مسيكن جمعوا عليه على البلاد الأعراض ما كان قدرش نقصر له إلا شي حاجة قليلة باش كان قدر عليهم مسيكن يا ربي كانت تكافى له معالي يكوش ومع المكلة دياله مسيكن هيا ودى بهد الوليد مسيكن بانوا عليه في الزرد الأعراض من أعراض الأولانيين الراس دياله الدماغ دياله عنده نص مسيكن باري ونص مزيان عندي سكانير دياله ها هو وأعراض الثانية عدلية مسيكن هوا عنده عواج هوا مكي عوطوشي والثالث هاد الرجل مسكي ركب على خصير جا عايدة بس يبقت هوا مسيكن يتوضى ويلووز حاشا كومتليكوش يدووز يزولت هوا وعنده هاد العامود فقاري مسيكن دياله عوني تكتعوج له كامل هوا مسيكن ما فيه ما تشوف مسيكن عامود فقاري وهاد الشي يطلب العلاج بسهار يطلب حنا مقدرناش علاج قنطلبوا منكم وحسين الله يزيكم باخير تكاريب العملية طلبوا لي في الرفض نص يونر عملية وحدة هاد الرجل باش يرجع عايدة ويقتعوا له هاد العصبت باش يتلق رجله طلبوا لي خمسة وثلاثين ألف درهم شيخ مستشرة ألف درهم والتحاليل ودكشي وربما قالوا لنا يبقى في الإنعاس وشيومين ولا ثلاثين خمسة ألف درهم في الليلة ما عرفنا كيف حاله يبقى وما قدرناش عليه سيناس كانوا كيعايتوننا مليون من كازان قالوا غايت تكلفوا من اللي وصلت نصح الساحب يدحكوا علينا ويكتبوا علينا ويتهمونا ويقولوا لنا حلقا قولنا جيبنا لكم العائل عاجوا وعارجوا لنا العائل من اللي مجاو سيها زينبنا وزينب حنان تنجق وديناها نوحط فيه في الربط حدا بني سينا وقالوا لنا مشي وتو ما تنزم 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 ما تجيبش عننا معنا هالورقة مشي ونطنزم وعنا تقرر تبلي سردونا من طنزم ورغم ذلك ما ما استقبلونا شي نبا كان طلبوا منكم وحسين الله يزازيكم باخر اللي يقدر يشوف عين الرحمة بهذا العويل هذا ويدهي عالجوا انا ما كان طلبشي معاونه ما كان طلبتشي واحد ليعطيني لازيت ولا طحن ولا فلس انا كان طلب العويل ديالي اللي يقدر يعالجوا لها هو قدامكم انتم ما كتشوفوا ما نتكلفشي تجيبوشي واحد اللي غاي تكلف لا قدرت والله يزازيكم باخر وهذا الشي اللي كان طلب منكم والله ارحم الوالدين والله يجعل العمل لله والله يجعل كل شيء ميزانة الحسانة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر